بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الكلمة دي اللي احنا بنقولها محمد رسول الله توجب علينا أمرين الأمر الأول أن نصدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر وأن نؤمن أو أن نطيعه فيما أمر هذه شرطين من شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله هنخص الجزئة بتاعة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبني على قولك محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر خلاص ضيف عليها وحدة كمان أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا فلا تعارض بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام ضيفها على الإيمان بمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك أن في حديثين ظاهرهما التعارض الظاهر بتاعهم أن هم متعارضين إنما هم مش متعارضين في الحقيقة هم مش متعارضين أهل العلم جمعوا بينهما طيب تعال نشوف كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة يوم القيامة إحنا هنطيعه فيما أمر ولا هنصدقه فيما أخبر لا يوم القيامة كل ما شاهد يوم القيامة اللي بيقول عليها النبي عليه الصلاة والسلام دي تندرج تحت نصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام لأن في حاجات جاية في المستقبل إحنا ما نعرفهاش وفيما شاهد يوم القيامة جات إحنا ما نعرفهاش فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا عليها فيجب علينا أن نصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام ادي واحد ايه هم بقى عشان ما تطولش الكلام اول حاجة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة وفي حديث تاني اول ما يقضي الله به بين الناس يوم القيامة الدماء طب دي اول ودي اول ازاي بقى الكلام ده بص عشان تفك الاشتباك ده وعلشان تعرف تجمع ما بين الاحاديث لازم تشغل دماغك شوية وتراجع كلام اهل العلم اولا في حق لله وفي حق للعباد حق الله اللي هو يختص بالصلاة وغيرها بقى من العبادات ده حق الله سبحانه وتعالى حق الله الصلاة فاول شيء هيقضى به او فيه من حق الله الصلاة مش هبتدي ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا كلامنا هبتدي اول شيء الصلاة ده ربنا سبحانه وتعالى حاسبنا كلنا عليه نمرة اتنين حق العباد اول شيء ربنا سبحانه وتعالى هيقضى فيه في حقوق العباد ما انت عندك الغيبة عندك النميمة عندك السرقة عندك الزنا عندك حاجات كتير طيب ربنا هيقضى فيه ازاي الدماء اول شيء فربنا قدم الدماء كحق من حقوق العباد على بقية الحقوق بتاعت العباد وقدم الصلاة على حق من حقوق الله على بقية حقوق الله سبحانه وتعالى طيب أيهما يبدأ به الدماء ولا الصلاة الله أعلم أنا ما عنديش علم بالمسألة دي ولكن إن كان فيه علم فربنا يعلمنا وإن كان حد من الناس يبتسمعني عنده علم يكتب لي في التعليق من تحت طيب ما عندناش علم إحنا إلي إلي نعمله نؤمن به كله من عنده ربنا آمنا به يوم القيامة بقى هنعرف ربنا هيبتدي بإيه الأول فالأمر كده طالما ما عندناش علم به هنرجع ولا نتكلم فيه إلى يوم القيامة إلى أن نرى أيهما يبدأ به أولا ولكن نرجع للتعريفات الأولانية نصدق النبع الصلاة فيما أخبر نطيعه فيما أمر كلامه عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا فإن النبع عليه الصلاة والسلام يدري ما يقول ويدري ويعي ما يوجه به الأمة سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر